السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم على إبسيلون فيزيك مع أسادة زينة بوانصر في هذا الفيديو إن شاء الله نبينو كيفاش نحضب عزم القوة وخاصة كيفاش نحدد المسافة الدين حيث هي لكتخلق مشاكل بزافة نعرف أن عزم القوة يساوي plus أو moins F يعني زائد أو ناقص زائد أو ناقص نختارها على حسب المنح إذا كانت القوة تجر في المنحة الموجب كانت تجر زائد كانت تجر الجسم في المنحة السالب نعقص شدة القوة F كتخل من نيوتون ومضروبها في المسافة D في هذا الشكل القوة F تؤثر على السعر وذراع القوة هو المسافة بالنقطة في هذا الشكل مثلا وتأثير القوة F يعني هي المسافة ويجب أن يكون هناك بالزرق وهذا الخط الأفقين وهذا الخط الأفقين يجب أن يكون قوة المسافة عبارة عن قطعة أصغر قطعة ممكنة وهذه القطعة تكون دائما متعامدة مع خط تأثير القوة وتمر من B أو من محور الدوران ويجب أن تكون قطعة محaty لنعقص نزلها 1 ميزة ونزلها نستجد المسافة ونحن نتجد القوة F يؤذ من خط تأثير القوة F ضروري أنها تمر من X محور الدوران المسافة الدراع المسافة لن تتكلم وفيما متجر القوة أنه يكفي أنها تكون عمودية لخطيرها تجدها تجدها أسهل الحالة ممكن تجدها فهو فهو فتح سعيدة مع الجسم في حالة هنا أو مع الساق أبي فهو فهو فالحالة تحدثتها نفسها طول الساق أبي ولكن هذه الحالة خاصة يمكن أن تجدها في التماري نحن نغير القوة F فهو 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 فرصة فهو فهو فعلا يجب أن تقوم بتقديم القوة F 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 قابل الدوران حول محور ثابت لخلع مسمار منغرس في قطعة خشبية يطبق العامل قوة F شدة 10 نيوتون في نقطة A نقط العامل شدة 3 يحاول جرها بشحي المسمار منغرس في قطعة خشبية نقطة A من ذر عطلة مكوعة في نقطة B 90 درجة حيث يرتكز الجزء المكوعة على سطح القطعة في نقطة B تسمى نقطة الارتكاز وهذه نقطة الارتكاز هي نقطة الدوران وتمثل C نقطة تأثير العطلة على المسمار نهمي وزن العطلة سنجرد القوة سنعتبر أن B لا يوجد لأن وزن العطلة مهمة أول سؤال الجرد القوة المطبقة على العطلة بيق شرط ثاني لتوازن جسم صلب وحسب شدة القوة F على القوة المقرونة بتأثير المسمار على العطلة أول حاجة هي تحديد الجسم المدرس وهي العطلة وهي خادة عليه تأثير R يعني تأثير السطح الخشبي في النقطة B اللي سنعتبرها نقطة الدوران F تأثير العامل في النقطة A D تأثير المسمار في النقطة C السؤال الثاني لتطبيق الشرط الثاني لتوازن جسم صلب وحسب شدة القوة المقرونة بتأثير المسمار على العطلة وهنا سنذكره مشارطي توازن جسم الخاضع لقواتين الشرط الأول هو أن مجموع القوة يساوي متجامل عدمة أما الشرط الثاني فهو مجموع العزوم قوة يساوي سافر نطبقه مجموع بعزوم يساوي سافر في الثمارين تأثير القوة F سالة L يعني وبها الفرص أبليكي بغلو كلو اللي هو المسمار سور للوفي يعني العطلة حنا في الثمارين دي نسمينا هاتي نحن نبتك بحال بحال غير فاش تكون كتفاش تبتل شي معطا ضروري ما سبينا إذا نضع تي هي F سالة L ونطبق الشرط الثاني لتوازن جسم قابل للدوران حول محور ثابت مجموع عزوم قوات خارجية فرص أكستغير بالنسبة لمحور الدوران دلتا يساوي سافر القوات التي لدينا هاتي F و T نضعوهم ونحدد عزم كل قوة بالنسبة لدلتا اللي بايد لي الجواب يقدر يحط الجواب مباشر لحط كل عزم اللي ما بايد ليش أنا فصلت كل عزم على حيض ونذكروا أن عزم قوة بالنسبة لدلتا هي بلوزومة يعني ناقص أو لزائدة لحسب المنحة اللي اختارنا والمنحة اللي كتدور فيه القوة الجسم F في D D عبارة عن قطعة اللي كتكون متعامدة مع القوة F وكتمر من دلتا أو لا تتقطع مع دلتا محور الدوران هنا عزم قوة F اللي أعتبرنا أن المنحة الموجب اللي كتين يبقى فيه العاملة العلمي العاملة العلمي يعني هذا المجزMO في هاتي العاملة العالية سيكون سنتعام الموجب سما سيجدät في المنحة المعكس والعزم سيكون ساليا إذن كتلقوا عزم قوة F يساوي F في A B نسبل القوة F القوة F متعامدة مع العطلة في النقطة A و A B هي القطعة اللي غادي تكون متعامدة مع القوة F و في نفس الوقت كتمر من B وبتعلي المسافة هي A B عزم قوة A تساوي الصفر لأن نحن اعتبرنا هذه النقطة B اللي هي نقطة ارتكاز اللي كيتكالها اللي كيتكالها الملقات او للعطلة باش يقلع المسمار من بلاستو اعتبرناها هي نقطة الطوارن وفعلها هي نقطة الطوارن فبتمل مسمينا نقطة الارتكاز ولكن في اليدنا هي النقطة اللي غادي تضر الى العطلة فاجغة يبدأ المسمار كي يخرج من المكان دياله وبالتالي A يمر من B النقطة التي يتضر حولها العطلة يعني العزم ديالها يساوي صفر ما عندهاش تأتيها بالنسبة للطوارع أخيراً عزم قوة T يساوي ناقص T لان لقلنا ان المسمار كي يجر في المنحة السالب وبالتالي ضروري ما نديره ناقص T في سلطة لان القوة T متعامدة مع العطلة وبالتالي هاد المسافة اللي عندي من السحة الثلطة عبارة عن قطعة من السلطة عبارة عن قطعة اللي هاد تكون متعامدة مع القوة وفي نفس اللغت كتمر من B اللي كان اعتذرا هي محور الضوارع هذه العلاقة اسم من هاد أعلاقة وبالتالي غنجو غنعوض هادو بتلاتهم في العلاقة سوف نقول لدينا عزم قوة A بنسبة لدلتا يساوي سفا عزم قوة F بنسبة لدلتا هو F في أرده عزم قوة T بنسبة لدلتا هو ناقص T في سلطة عند الشاشة ندرنا عزم قوة F يساوي F في أرده وعزم قوة T هو ناقص T في سلطة لان نعوض كل لحظة بالتعبير جيلها احنا كنقلبه على T ندوز T في سلطة لطرف الآخر احنا كنقلبه على T ندوز T في سلطة لطرف الآخر نقسمه على هنا عن جدة ندوز في الطرف الآخر سوف نقسمه من الأفضل حتى نعطيه التعبير القوة التي نقلبه عليها ندوز السباق العددين سباق العددين نعوض كل مقدار القيمة T تساوي F هي 10 نيوتون من المطيات A B أعطونا هي 40 سنتيمتر ندوز 0.40 أو نكتبه 40 فشرة وص ناقص 2 سلطة هي 6 سنتيمتر ندوز 6 فشرة وص ناقص 2 أو 0.06 نحسبه قيمة T تساوي 66.67 نيوتون وهي قيمة منطقية لأن كل ما بعدت المسافة عن محور الطواران شتة القوة تكون أقل وكل ما كانت المسافة مع محور الطواران صغيرة كل ما شتة القوة المتفقة تكون أكبر نتمنى يكون الشرح واضح أبقوا في الانتظار نحط لكم إن شاء الله مباشرة من بعد هذا فيديو آخر تمارين تمانية فصفحة ثمانية وخمسين هذا هو طلبال فبعد كينين نسخ مختلفة فالكتاب جيل مرشيدي لنك كيل غيلقة فصفحة ثمانية وخمسين كيل غيلقة نفس التمارين فصفحة أخرى إذن جسم صلب كتلته 0.5 كيلوغرام في توازن فوق مستوى أفقي وهو خاضع لقوة F شدتها وخط تأثيرها مواتن للمستوى الأفقي كما هو مبين في الشكل سؤال أول أجرد القوى المطبقة على الجسم باستعمال سلم مناسب أرسم الخط المضلعين لمتجهات القوى المطبقة على S واستنتج مميزات القوى التي يطبقها المستوى الأفقي على الجسم S ثالثا هدد طبيعة التماس بين الجسم S والمستوى الأفقي فهذا السؤال فاشكي قلنا طبيعة التماس راه دائما كي سهولنا واشتماس يتم بوجود احتكاكات أو في غياب الاحتكاكات من قد أول مطلب من هذا السؤال رابعا نلخص الجدول التالي تغييرات شدة القوى F والحالة التي يكون فيها الجسم S ثم بعد الجهول تطلب من أعطى التفصيل للنتائج المدونة في الجدول ثانيا باستعمال طريقة مبيانية حدد قيمة زاوية الاحتكاك الساكن فيه ثم ممثل تأثير المستوى الأفقي في حالة F نجد قيمة زاوية قيمة زاوية قيمة زاوية قيمة زاوية مع المنحة قيمة زاوية لتأثير المستوى الأفقي سوف نكمل القوة التي نقصها بحيث أن يكون مغلق بالنسبة للسلم نخدم 1 نيوتون 1 سنتيمتر إذاً بفا 5 نيوتون 5 سنتيمتر وفا 2 سنتيمتر ندوب B موجه نحو الأسفل نبدو القوة بخط تأتي روما المستقيم الرأسي وموجه نحو الأسفل وفيها 5 سنتيمتر وظف ننتج هذه المعطايةolarات ونرسمنا القوة ب لنسبة للقوة F فقط تلاوة المستقيم الأفقي موجهة نحو اليمين ونقلها باثناني سنتيمتر اللي يخصني نطلق البال هو أن دائما أصل متجهة تكون عن نهاية المتجهة الأخرى نحو اليمين ونقل بقوة F ونقل بقوة F ونقل باثناني سنتيمتر وبما أن الجسم في توازن سوف نقل بقوة R نقل بقوة F ونقل بقوة F ونقل بقوة F بعد مرسمت القوة R نقل بقياسها باستعمال المستهرة نقل بقوة F ثلاثة ونقل بقوة F أقل بقوة F ثلاثة نحو اليمين بقياس طول متجهة نقل بقوة F ثلاثة نقل بقوة F نقل بقوة F تنعرف ان الوطر فالحالة هو اغ اغ مربع كتساوي اف مربع زائد بي مربع يلي دبنا هنا اغ لابن حد المربع تساوي جادر بي مربع زائد اف مربع كنا تدرس مراها بي او كاري زائد اف او كاري بي هي خمسة او كاري و اف هي جوج دنك هي اثنان او كاري دنك اتعطاني جادر تعد عشرين كيساوي ديا خمسة فاسي لاربعة نيوتان سؤالة واحد مطلوب منها نحدود عبيعات التماس اذا تمس باحتكاك بين جسم اس وسطح الافقي لان اغ يكون زاوية في مع الخط الرأسي باش نحدود الزاوية في اذا بي لكم ملافي اذا زاوية فيه يلي مبين القوة اذا زاوية فيه يلي مبين متجات القوة اغ والخط الرأسي وبالتالي عنا هنا فيه مقدرنا نقول ان فيه هي نفس الزاوية اللي هنا اذا اللي بغينا فيه نحدودها بتانجنت تانجنت فيه هي طالي المقابل على الطالي المحادي طالي المقابل فيه هو اف طالي المقابل المحادي فيه هو بي ومنه طالي المقابل فى تساوي 0.4 ده ومن بعد يخز فى تقدر المقابل والتضع عليك القوة اغ طالي المقابل فى تساوي 21.3 ده كيف تقدر المقابل على المقابل فى الشدة قوة اف وملاحظات حول توازن الجسم. F تساوي 2 نيوطن 2.5 نيوطن و 5 نيوطن يبقى الجسم في توازن. بينما انطلاقا من F تساوي 5.1 و 5.2 نيوطن يفقل الجسم توازنها. والسؤال هو اعطي تفسير للنتائج المدونة في الجدول. تفسير هو ان الجسم يبقى في توازن طالما اق اصغر من او تساوي 5 نيوطن. بينما يفقل الجسم توازنه في حالة اق اكبر قطعا من 5 نيوطن. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر